قبل بداية المقطع للي حابب يعلن أو يتواصل في القناة هذا حساب في الانستجرام رح تلقوه تحت وإذن رح تلقوه ليميل فبرضي إذا ما كنت حابب تعلن تعال هناك ضيفني خلونا نوصل أكبر عدد من المتابعين وإن شاء الله ما رح أقصر معكم رح حاول أرد على الأغلب إذا قدرت شوفوا حددوا وحطوا تحت كلمة إذا قدرت ألف خط ألف خط عشان لاحد يقول لي أنت بعدين ما رديت أنا أرد على الأسل المهم والصراحة وإذا في شيء مهم ولكن يعني السواليف وزي كده صعبة هذه الفترة ضغوطها والشياء والله بمعانا قاعد صور لكم مقاطع فرح ترك لكم الرسم تحت أو يمديك تصور الشاشة وتأخذ الرسم وخلاص بس طبعا صورة الحساب متغيرة فلا تستغل إذا شفت صورة الحساب متغيرة رح تلقى الكلام تقريبا كله نفس ما هو فيا الله خلاص تعالوا هناك وبإذن الله رح تستمتعوا في المقطع ويلا نشوفكم في مقطع ثاني بإذن الله وترككم الآن تستمتعوا في مقطع توقعاتي للجولة الثانية من الدوري السعودي قبل بداية المقطع إذا كنت جديد على القناة إلا تشترك وتفعل جرس تنبيهات همشي تشترك خلونا نوصل لخمسين ألف قبل 2021 بذنان لكم بقدة وأنا واثق لكم قد هذا الشيء أبدا ما هو صعب عليكم وسهل ويمديكم تسوه بسهولة فأيضا تفعل جرس تنبيهات عشان تكونوا من نشوف المقطع وخلونا نوصل هذا المقطع الفلايك شكرا لكم على الدعم الكبير في المقطع الماضي نقدر نوصل هذا المقطع الفلايك أنا واثق فيكم بإذن الله نخش على الجولة الثانية من جورة سعود المحترفين بس قبل ما نخش نسوي مراجعة سريعة للترتيب ترتيب الدوري الأول الرايد بثلاث نقاط بعدين كلهم أرين الشباب ثلاث نقاط الفيصري بعدين هو والتعاون نقطة نقطة بعدين كلهم من ضمك للعين صفر زي ما أنتم شايفين خلاص شفت الترتيب رتحتهم أوكي نشوف آخر الأخبار طارق كيال أكد أنه يعني أمس سعيد المولد خلاص بيترك لهلي وعبد العزيز الجبريل رسميا الاتحادي بالإضافة أحمد حجازي يقترب من الأهلي والاتحاد عندنا الهلال ينتسحب من صفقة القحطانية يتوقع له عبد المحسن الأهلي يكشف كواليس مفاجئة في انفاوضات رحيل سريتش اللعب خلاص مستعدد للسوق له منه جاهز وراح يرجع ليناير وبس تقريبا هذه هي أهم الأخبار الموجودة طبعا الانتقالات اللي تأكدت عندنا ربيع سفياني رسميا انتقل من نادي التعاون إلى نادي العين وعندنا كريم البركاوي انتقل من أحد الفرق الأجنبية إلى نادي الرايد هذا تمت اليوم بالإضافة عبد القدوس عطي حارس الوحد انتقل من الوحدة للعدالة انتقل لدرجة الآن يكسب شوية خبرة والدرجة رزم يتقولون عمره وساوي راح للاتحاد هذا تعرفوها ميهاي بروديانو انتقل لنادي القادسية وليد وزارة تعرفوها هذه العواشين راح الوحدة أمين بخالي راح العين روي أوكي ما تفرق هذه يعني أغربها صفقات أعتقد أنكم تعرفوها سفير تايدر لاعب له خبرة كبيرة هذا لاعب العين الجديد احتمال كبير يشارك في المباراة القادمة لاعب جدا جدا قوي له خبرة شوفوا لندي اللعب معها لعب لنتر ميلان ووساوثامتون بولونيا يعني أندي أندي كثير الصراحة فتقريبا هذه الصفقات المهمة اللي تمت في الأيام الخيرة الباقي تقريبا أنتم كلكم تعرفوها نايف الماس راح الباطني عارة كارول ميتس راح الاتفاق خالد البركة راح الحزم فشفت الصفقات خلاص سيف القشطة راح نادر عين بتحطين صورة مليك عسلة اوكي اوكي خلاص شفت الصفقات الآن ندخل على توقعاتي للجولة بسم الله أول مرة عندها الهلال وبها بالنسبة لي أعتقد أنا يعني كنت تصور لكم بسراح يعني التصوير أعتقد الهلال راح يفوز وبسهولة يعني تقدروا تقوله ب2-0 طبعا أنا حطيتها قل ما كنت تعرف لها بعدين عدد التعاون والنصر بكل أمانة على مستوى النصر الخير أمام الفيصلي مو الفيصلي الفتح أعتقد النصر ما رح قدير سوي شيء النصر في آخر المباريات يعني فاز في 2 وخسر في 3 والتعاون برضو مستوى يعني متذبذب يعني بدأت التفع شوية في آخر المباريات آسية بالنسبة لي مع ظل غياب مايكو الرسمين ومارتينيز عن المباراة بالإضافة الحمد لله والغنام وعبد الفتاح أسيري أعتقد المباراة واضحة بالتعادل أنا أعتقد أن التعادل واضح جدا في هذه المباراة الذي للنصر الداخل أنا أعتقد أنه هو التعادل أقرب شيء في هذه المباراة بكل يامانة وبكل عبارة صريحة المباراة على أرض التعاون أبهو الهلال على أرض أبهى أبهو الهلال الساعة 43 التعاون والنصر الساعة 56 يعني فوارق كبيرة في الأوقات وختام الجولة بالكلاسيكو والقمة القوية جدا بين الأهلي والوحدة للصراحة يعتبرها يعني قمة الجولة بكل أمانة كل المباراة حلوة وكل خير وبركة لكن مباراة الأهلي والوحدة لها نكهة خاصة نكهة خاصة تماما لأنها زي الكلاسيكو أو الدير بيولد غلو الأهلي والوحدة في آخر مواجهاتهم الوحدة فاز في ثلاثة خسر في ثنتين الأهلي فاز في ثنتين وخسر في ثلاثة الأهلي والوحدة في آخر خمسة مواجهات بينهم تعادل في وحدة فاز الأهلي في ثنتين فاز الوحدة في ثنتين متساوي للكفة بين الفريقين نشوف الآن تقريبا يعني تقدروا تقولوا فرح تنعرض على قناة التلفزيون اللي هي السعودية الرياضية مع لكم الإعلان الوحدة والأهلي الوحدة الثانية الأهلي السادس وأوكي خالص شفنا كل شي يلا نبدلان توقعاته بالنسبة لي أعتقد أنه الأهلي بإذن الله رح يفوز أنا مشجعة لا وأكيد أتمنى فريقي يفوز فإن شاء الله الأهلي رح يفوز أكثر من الثنين نعم لنا مباراة قوية وتحس فيها هداف نعم أنا أعتقد أنه ثنين حوال من الثنين لخمسة أعتقد نعم ممكن أقول لكم ثنين واحد الأهلي دائما كذا نتائج مباراة الهلي والوحدة المباراة اللي بعدها القادسية وضمك القادسية وضمك في مواجهاتهم ما قد تواجههم مع بعض القادسية في آخر مباراة فازة في أربعة وخسر في وحدة وقدم أداة حول جدا أمام الوحدة ضمك في الدورة السعودية الممتاز قاعد يقدم أداة جدا جميل خسر في وحدة وتعادر في وحدة وفازة في ثلاثة أما معلومات المباراة بالنسبة لي ضمك قوي ولكن القادسية رح تكون مباراة بين أرض وجمهور يعني ما في جمهور بس قصدي في ملعبه فأعتقد أن القادسية قرب للفوز فهذه المباراة أعتقد القادسية رح يفوز نعم 49% من الأشخاص تتفقون أن القادسية رح يفوز طبعا هم مصر كلهم 800 مصوت عدد الأهداف أكثر نعم أكثر مباراة أهداف تحسى ضمك كذا مباراة أهداف المباراة اللي بعدها الرايد والشباب طبعا ضمك القادسية اللي يسأل لي طب يقول لي نتيجة كم تتوقعها أعتقد ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين القادسية المبارا اللي بعد عندنا الرايد والشباب مواجهة أبدا ما هي سهلة الرايد في آخر خمسة مباريات فاز في ثنتين خسر في ثنتين تعادل في واحدة الشباب في آخر خمسة مباريات فاز في واحدة فاز في ثنتين خسر في واحدة تعادل في ثنتين والشباب يعني قاعد يقدمها داحل وإيب بانيقة وإذي الأسماء القوية مبارا على أرض الرايد ولكن أعتقد الشباب هو الأقرب نعم الشباب هو الأقرب بالراحة أعتقد عدد الأهداف أكثر فرص متساوية لا يوجد تعادل أعتقد فيها فوز الفريق الذي سيحرز الهدف الأول أعتقد الشباب الشباب 2-1 أعتقد فيها مبارا مبارا اللي بعدها الفيصلي والباطن مبارا شوية مهمة أيضا ما رح يتكلم عنها كثير صراحة أعتقد الباطن رح تقريبا يفوز في هذه المبارا على المستوى الكبير اللي قدمه أمام الأهلي أكثر نعم أكثر فرص متساوية هنا نعم أنا أعتقد هي قرب للباطن الفريق الذي سيحرز الهدف الأول الباطن نعم الباطن سيحرز الهدف الأول أنا أعتقد الباطن رح يفوز بنتيجة 1-0 وختام المباراة يوم السبب طبعا هذا التوقيت 45 القادسية ضمك الرائد والشباب 6 و 5 الفيصلي والباطن 7 و 55 يوم الجمعة تقريبا ما في مباراة حلوة للشباب والرائد الاتفاق والعين أعتقد واضحة رح يفوز فيها التعادل نعم رح يفوز التعادل في هذه المباراة رح تكون أقل نعم التعادل هو الأقرب بين الاتفاق والعين وآخر مباراة عندنا في الجولة الاتحاد والفتح في أرض الفتح رح تكون مباراة جدا صعبة أنا أعتقد أن المباراة رح يفوز فيها الفتح الفتح جدا قوي والفتح هو الأقرب عدد الهداف انا اقول اكثر واعتقد الفتح راح يفوز بنتيجة 2-1 في هذه المباراة على الاتحاد ما احترام الاتحاد فالاتفاق والعين زي ما خبرتكم اعتقدها تعادل 1-1 ممكن الاتحادية النصر اويز علوان اقول لك كلمة الحق وراح تتذكروا كلامي بعد المباراة او تبذن الله النصر راح يتعادل الهلال راح يفوز الاهلي راح يفوز القادسية راح يفوز الشباب راح يفوز الباطل راح يفوز الاتفاق والعين راح يتعادل الفتح والاتحاد راح يفوز الفتح كان معكم فارس فارس وفشل شكر لكم على تابعة المقطع وزي ما قلت اذا كنت جديد على القناة شترك فعل جرسة انبيات وضغط زر اللايك شوف مقطع ثانيا بإذن الله اتحيات لكل مشاهد المقطع في الختام اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى لي وصحبي اجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وتبري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وكان معك فارس فارس وفشل معك سلام